كابتن محمود سعد الصغير بتتعامل إزاي مع الإشعاعات اللي بتنزل عليك على السوشيال ميديا تعامل معها إزاي؟ مع أي إشعاع ممكن تشوفها؟ بصي وإحنا عموماً في المجال ده في مجال القرى ومجال الفن ومجال الإعلام أو مثلاً خلاص مجال السوشيال ميديا عشان بأعتبر ده وقت يبقى مجال عموماً في ناس بتقراهك وفي ناس بتحبك فأنت بتبقى فهمة كويس من جواك إن مين اللي بيحبك ومن اللي بيقراهك فأنا بالنسبة للي بلاي خبر مش كويس أو خبر مثلاً بالصحة حصلاً مش كل الأخبار بتبقى صحة يعني فما بحطش في دماغي إنت لو فضلت رديتي على كل الناس مش هتخلاص يعني طب إيه ردي فعلك للإشعاعات اللي بتعرض لها الفنان سعد الصغير والدك؟ نفسه أنا من الزمان كمان والدي على طول بيبقى في إشعاعات يعني أنا من ساعة نساناً وعيت على الدنيا وكده وعلى طول في إشعاعات في إشعاعات هو موجود على طول والحمد لله يعني باستمرارية فعلى طول بيبقى في إشعاعات أي حد ناجح أي حد موجود واستمرارية على الساحة فهتلاقي في إشعاعات فيه ناس فيه بيبقى عداء فيه ناس بتبقى شحب الشخص ده إن هو يبقى موجود فأنا متعود على كده منو أنا صغير بس أنا لو بتكلميني كمحمود فيه حاجات أنا بحب أرد عليها فعلاً كان فيه فيديوهات نزيت مبارح بس إحنا ملحقناش ننزلها فخدنا منها سكرين كان فيه دوشة مبارح أنا مفهمتاش قوي أه بالضبط وكان عادي شخص كده فيه مشاكل يعني تلعى تكلم وقال حاجات وكده فإحنا ردينا علشان كان لازم نرد إحنا ممكن كان يبقى زي وزي أي حد تمام وما نردش وكده وهو أنا بالنسبة لي أو بالنسبة لوالدي هو شخص عادي جدا أنا شايفه بحب يتكلم على الفنانين عشان يتصيط هو حد شخص مختفي بقاله سنين فبيبدأ يخبط في النجوم وفي الفنانين وفي الإعلاميين بحكم اللي هو أنت لو مثلا ما طلعتش معايا أنا هعمل كذا وأسوي تمام والذي سبب المشكلة يعني؟ بالضبط هو سبب المشكلة أن دلوقتي أنا والدي هو قال له أنا عايزك معه في الحلقة أو الفرقة وبتاعه نعمل شو كده وأنا والدي كان مسافر والمشكلة أنه هو اليوم البرنامج بتاعه أنا والدي ممكن يعمل مثلا ثلاث أفراح أربعة أفراح كان مثلا حفلة فمش هيعرف اليوم ده بزداد فبس فهو من هنا أي حد مش بيقول له لأ ولا كده يبدأ بقى يخبط فيه يعني أنا مثلا أنا وأنت مثلا يا سالم متخصمين ولا حاجة يجي يقول المحمود بقول لك تعالى نخبط بقى شوية مثلا في سائلي وبتاع علشان تيجي معاها مثلا البرنامج أو عشان سالي تروح راجعة تكلمني وأنت ليه بتقول كده بس فأنتي فهمة دلوقتي إحنا بقينا في عصر ما فيش حيادية وكله ماشي في موضوع الترند مع أني شايف في موضوع الترند ده بقى اللي عايز يطلع الترند يطلع عنديفة الناس تحبه خلينا أقول لك طيب ليه ما نحسبهاش مثلا عشان ساعد دلوقتي ينجمه وبيعمل برامج وكلبات وحاجات فهو عايزه يضيف عنده في الحلقة أيها تمام عايزه لما كنا أنا عايز يضيف عندي في الحلقة تمام هقول لك أنا بقول لك أنا معلش عندي شغل خلاص ما جيش بقى شوف مين مثلا سي ساعد متخانئ معاهم وطلعهم معايا في الحلقات وافضل أخبط في ساعد وأقول لا ده هو قال لك كده فده ده ده اسلوب مش حلو والشخص ده أصلا يعني مش شرط على فكرة مع ساعد يعني أنا مثلا فيه فنانين كتير صحابي عمل معاهم نفس الحركات بس أنا هقول لك أنا برضه يعني خلينا أنا صريح شوية معا احترامي الجميع وكل الناس اللي هو تكلم عليها تمام بس أنا بالنسبة لي ساعد الصغير هتيجي عنده خط أحمر زيما أنا نزلت في البصد باباك لا غير كمان بابايا الشخص اللي هو بيتكلم أصلا ده يعتبر هو معانا بنشوف ممكن ليل ونهار وكان زمان حصل كم حاجة يعني وإحنا شايلين وممكن برضه أنت يا سالي تبقى إيه لو أنت متابعة عرفها للشخص ما بتكلم عليه ده وممكن تبقى عرفها حاجات حاجاتها ليه بس أنا عارف أنا عارفة وأنا يعني أنا بعزه جدا على المستوى الشخصي بس أنا مستغربة بصراحة من اللي بيحصل دلوقتي يعني أنا أنا كهوة كشخص هو عارف أن أنا بعزه جدا وممكن هو وازعلن مني برضه من الحلقة القابل فاتت عشان اتكلمت عن عمر حد وصلي كلام فأنا مش عارف هو وازعلني أنا بغطي بخابر يعني باتكلم عنه بس ممكن يكون حاجة جديدة تغيرت مثلا إعدادة عندي بقولولا اتكلم في ده فده صح ده كده كده أنا معرفش سواد ماهو غير كده خالص أنا معرفش هو ليه بتعمل كده دلوقتي والله يا فندب أنا أصلا مش عارف أن يعني أنا في نياس بشوفها على طبعا بدون أسماء مثلا قنوات جديدة إعلاميين بقى ليه مثلا بتاع أكثر من عشر سنين ما شفتهمش أو مثلا ناس جديدة تمام ففيه ممكن مثلا القنوة بتطلعوا على أساس اللي هو هيعمل لها شو يعمل لها ترند أو مثلا سيبي تفقوا مع بعض أنا ممكن أجيب لك الناس النجوم بدون مقابل تمام ففيه الحاجات دي تمام ممكن مش عارف بصراحة دي بتبقى رولز بتفرق من قرون القناة وبرنامج برنامج خلين احنا نخلقنا نفك بقى الموضوع ده